حذرت مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ونائبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية إديم أوسورنو من تدهور الأوضاع الإنسانية في السودان وانعدام الأمن الغذائي فيه بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من 11 شهرا وفي إحاطة عرضتها أمام مجلس الأمن الدولي أكدت أوسورنو أن السودان قد يكون في طريقه لأن يشهد أسوأ أزمة جوع في العالم محذرة من إمكانيات تعرض حوالي 222 ألف طفل في مكان ما بالمنطقة إلى الموت بسبب سوء التغذية السودان في طريقه لأن يشهد أسوأ أزمة جوع في العالم وقد قيل بالفعل أن 18 مليون شخص مرة أخرى أي أن أكثر من ثلث سكان البلاد يواجهون انعدام الأمن الغذائي وبحلول شهر ماي قد يواجه الناس في بعض أجزاء دارفور ما نطلق عليه المستوى الخامس من التصنيف المتكامل لمراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد نحن نسمي هذه المرحلة بالكارثة ويرتفع سوء التغذية إلى مستويات مثيرة للقالق ويدي بالفعل بحياة الأطفال كشف تقرير حديث لمنظمة أطباء بلا حدود أن طفلا يموت كل ساعتين في مخيم زمزم شمال دارفور ويقدر شركاؤنا في المجال الإنساني أنه في الأسابيع والأشهر المقبلة يمكن أن يموت حوالي 222 ألف طفل في مكان ما في المنطقة بسبب سوء التغذية يبدو من غير المعقول على الإطلاق استماح بحدوث هذه المأساة